بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء طلاب السنوية العامة أهلا بيكم مع حلقة جديدة من حلقات الفيزية سنوية عامة ومع الفيزية الحديثة النهاردة إن شاء الله هنكمل الفصل الخامس في الفيزية الحديثة إن شاء الله مع أنبوبة أشعة الكسود خدنا إيه المرة اللي فاتت أخدنا المرة اللي فاتت أول حاجة طبعا زاهرة بلانك وتفسير زاهرة بلانك وبعدين خدنا الظاهرة القاهرة وضوئية النهاردة إن شاء الله مع جزء مهم جدا وهو أحد التطبيقات أنبوبة أشعة الكسود اللي هي بتقوم فكرتها العلمية على حاجة اسمها الانبعاث الآيوني الحراري خلي بالكواب أولاد طبعا أنبوبة ديها من أهم تطبيقات الانبعاث الآيوني الحراري أو التأثير القاهر حراري يعني إيه وإيه اللي بيحصل فيه الموضوع بسيط قوي وخلي بالكواب لأن إحنا في النظامنا في النظام السنوية العامة الأسئلة المبتقرة التي تعتمد على الفهم ولا تعتمد على الحفظ مش هقول لك ارسم الأنبوبة لكن ممكن أجيب لك أسئلة مرتبطة بالأنبوبة تعالي نشوف أول حاجة في التركيب وظيفتها إيه واسمها إيه أولا خدوا بالكم من حاجة أولا خدوا بالكم من حاجة دي ساعات نسميها سي آر تي سي آر تي كاسود ري تيوب يعني أنبوبة آشعة الكاسود أو ساعات نسميها أنبوبة التلفزيون أو نسميها أنبوبة آشعة المهبط كل دول صح أو أنبوبة إنتاج الإلكترونات كل ده مظبوط مما تتركب شوفوا بقى تتركب من مجموعة أو تلات أجزاء رئيسة إيه هما أول حاجة أنا محتاج مصدر إلكترونات فخلي بالكم الفتيلة اللي أنا شاورت لكم عليها دي رقم واحد عندي فتيلة وعندي مصدر تسخين مصدر التسخين ده غالبا بيكون باتري ذات جهد معين أول ما الفتيلة تسخن يطلع الإلكترونات يبقى تخيل كده أنا عندي فتيلة هنا أول ما الفتيلة دي تبدأ تتوهج يطلع إلكترون 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 تطلع إلكترونات سالبة كتير جدا طلع الإلكترون يبقى خلي بالك طلع الإلكترون يبقى خدوا بالكم الحاجة بقى عندي الإلكترونات وهي طلعة عندي هنا في الأول ما تنسوش بقى الكاسود الكاسود ده عبارة عن حاجتين مهمين جدا الفتيلة والسطح اللي بيتأثر بالتسخين والسطح الذي يتأثر بالتسخين وبيكون ناتجته انبعاث إلكترون طلعت الإلكترونات أنا عايز منها إيه عايز الإلكترونات تروح فين تجري على الشاشة اللي في الآخر دي آخر جزء ده ده بسميه إيه الشاشة وعلى فكرة فلوروسية إيه الاسم ده آه ما هي مغطى من الداخل بمادة فلوروسية وظيفتها إيه تحدث وميد عند سقوط الإلكترون عليها يبقى أنا عندي إلكترونات طلعت بعد ما طلعت الإلكترونات إيه اللي حصل بقى عندي هنا حاجة اسمها شبكة يبقى خلي بالكوا واحد الكاسود اتنين الشبكة بتعمل إيه دي بقى الشبكة دي محملة بجهد سالب الله يعني الإلكترون سالب والشبكة سالبة يجي في دماغك إيه على طول الإلكترونات هتكمل ولا مش هتكمل لا ده ممكن ما تكملش إزاي؟ لأن سالب والسالب هيحصل إيه؟ هيحصل إيقاف إيقاف في قوة مضادة لحركة الإلكترون فيجرى إيه عندنا؟ إلكترون يكمل ولا يتعطل؟ قال لك على حسب الجهد السالب على الشبكة يعني أنا لو أثرت على الشبكة بجهد أو صلطت عليها جهد سالب كبير جدا قال لك إيه يحصل؟ قال لك ده كده يبقى الطاقة القهربية كبيرة جدا قال لك خلي بالك دي قد تصل إلى أنها توقف الإلكترون تيجي على أسرع واحد وتوقفه ما تعدهوش خالص معنى أول ذلك وعشان كده بسمي ده VS VS طب جهد الإيقاف لابد نبقى عارفينه كمعنى يبقى أنا عندي دلوقتي إلكترون طلع منين؟ سخنت الفتيلة طلع الإلكترون راح فين بعد كده؟ عايز لقيت راح فين بعد كده؟ حاطت له شبكة الشبكة دي تعمل إيه؟ زي ما اتفقنا حسب الجهد اللي عليه لذلك لما بنأثر عليها بجهد سالب صغير إيه اللي يحصل؟ تقدر الإلكترونات تعدي واحد يقول لي طب ما تسيب الإلكترونات تعدي أقول له لا أنا محتاج معدل معين أنا محتاج معدل معين للإلكترونات التي تصل إلى الشاشة المعدل ده أنت محتاج طب عشان تحققه لا هتسيب الإلكترونات تعدي كلها ولا هتمنعها خالص يبقى لازم أن حد يتحكم حتى يا أولاد شوفوا الإسمها إيه؟ الشبكة شبكة يعني إيه؟ زي المصفة كده إيه يعني إيه زي المصفة؟ هتعدي اللي أنت عايزه واللي أنت حكمه واللي أنت بتهدف إليه إذن ما وظيفة الشبكة؟ التحكم في معدل الإلكترونات الذي يصل إلى الشاشة طيب الإلكترونات طلعت وتحكمنا في معدلها يا ده طلع بطاقة ضعيفة جدا طب نعمل إيه؟ نحط هنا أنود الأنود ده زي ما إنتوا شايفين قطبه إيه؟ موجب فييجي الإلكترونات بعد ما تطلع من هنا فتيجي الإلكترونات بعد ما تطلع من الشبكة تلاقي الأنود إيه اللي هو قطب إيه ده؟ موجب يعمل إيه بقى؟ يعمل حاجة اسمها تعجيل يبقى خلي بالك؟ الأنود الجهد بتاعه إيه؟ موجب يأثر على الإلكترون اللي عندنا فإيه اللي يحصل بقى؟ يتأثر إلكترون بطاقة كهربية عليها فيكتسب طاقة حرقية عليها ونسميها تعجيل الإلكترونات يبقى طلعنا الإلكترونات اتحكمنا في معدلها بالشبكة أثرنا عليها بجهد عالي من الأنود زودنا طاقة حركتها راحت فين بعد كده؟ عندنا هنا بقى لحين اللحين دول واحد منهم موجب والتاني منهم سالب عاوز بقى الإلكترونات دي أتحكم في مصارها عارف الجزء الأخير ده اللي أنا مساميه نظام تحكم الشوعدة عارف ده أنا لو شلته الإغراض تفضل ماشي 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 حد ما توصل للنقطة أنا عايز بقى الإلكترونات دي تحصلها إيه؟ أنا عايز بقى الإلكترونات دي تحصلها إيه؟ تتحرك لأعلى والأسفل لفوق والتحت وبالطول وبالعرض يعني أنا محتاجها تمسح الشاشة نقطة بنقطة لأن لما كل نقطة يحصل عندها ضوء 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 تكون النتيجة إيه في الآخر بقى؟ إن كل الشاشة تنور وتضاء الشاشة بالكامل يبقى أنا محتاج النظام اسمه نظام تحريك الشعاع عبارة عن إيه بقى؟ لحين أفقيين ولحين رأسيين واحد بيتحكم في حركة الإلكترونات في اتجاه معين والتاني في اتجاه آخر وبالتالي تمسح الشاشة نقطة بنقطة حتى تكتمل الصورة نيجي بقى هنا يبقى نقدر نقول وظيفة الكاسد مصدر نبعث إلكترونات الشبكة التحكم في معدل الإلكترونات الذي يصل إلى الشاشة الأند تعجيل الحزمة الإلكترونية لوحان الأفقيين والرأسيين عندما يتحرك شعر الإلكتروني ونؤثر عليه بمجال قهربي ومجال مغناطيسي واحد جامل اللحين الأفقيين والتاني جامل اللحين الرأسيين لكي تمسح الشاشة نقطة بنقطة حتى تكتمل الصورة وتضاء الشاشة بالكامل ما وظيفة المادة الفلورسية تحدث وميد عند سقوط الضوء عليه؟ ما هو الأساس العلمي لأنبوبة أشعة الكسول؟ أساسها إيه؟ بتعمل إيه؟ ناخد بالنا الإنبعاث الآيوني الحراري أو التأثير القهر حراري ده مظبوط وده مظبوط نيجي بقى لأهم تطبيقات أنبوبة أشعة الكسول اللي هي أنبوبة التلفزيون أنبوبة جهاز الكمبيوتر كل دول بيعتمدوا أو فيهم أنبوبة لتوليد إلكترونيات أول تطبيق ما هو سبب اختلاف؟ شدة الضوء ما هو سبب اختلاف؟ شدة الضوء على الشاشة من النقطة الأخرى ليه بتختلف؟ أولاً اختلاف شدة الإشارة أولاً اختلاف شدة الإشارة القهربية المرسلة اللي بدورها تتحكم في طيار الإلكترونات ايه دور الشبكة؟ التحكم في شدة الشعاع الإلكتروني خلي بالكم أن شدة الشعاع الإلكتروني هي نفسها عدد الإلكترونيات الذي يصل إلى الشاشة في زمن معين وبالتالي هتحكم في شدة الإضاءة ايه وظيفة المجال القهربي أو المغناطيسي؟ ايه وظيفة المجال القهربي أو المجال المغناطيسي؟ وساعات يقول لنا هنا اللوحان الأفقيان أو اللوحان الرأسيان دي وظيفتها ايه؟ دي وظيفتها ايه؟ اقول له هنا ايه بقى؟ توجيه حزمة الإلكترونيات حتى تمسح الشاشة نقطة بنقطة لكي تكتمل الصورة نيجي لنقطة الثانية مهمة شو هتقوانين بقى دول مهمين؟ عشان ناخد تطبيقات على الظاهرة القهر ضوائية ومسائلها أولا ما ننساش أن دلة الشغل هي أقل طاقة تكفي لتحرر الإلكترونيات من سطح معدن طب التردد الحريق فاكرينه؟ أقل طردد يكفي لتحرر الإلكترونيات من سطح معدن طب فاكرين الطول الموجي الحريق أكبر طول موجي يكفي أقل طاقة أقل طردد لكن أعلى طول موجي كلنا عارفين أن الطول الموجي بيتناسب عكسيا مع مين؟ مع الطاقة أو مع التردد خلي بالكوا بقى حبيبي الغاليين هناخد دلوقتي ملخص لي بعض القوى إزاي نحل مسائل التأثير القهر ضوئي أو الظاهرة القهر ضوئية أول حاجة لعازك تبقى فاهم وفقرك تاني باللي قلناه آخر حصة أنا عندي هنا دي المادة المادة دي لها حاجة اسمها دلت شغل يبقى المادة دي لها حاجة اسمها إيه؟ دلت شغل إيه دابل اللي هي بنورة عادها إيه؟ H نيو سي يبقى دلت شغل سابت بلانك تردد حريك أنا أسقطت على المادة شعاع ضوئي يبقى دي واحد أسقطت شعاع ضوئي؟ هو لازم ضوء؟ لا ده أي موجة قهر مغناطيسية ذاتة تردد معين طيب الطاقة بتاعته الضوء الساقط بتساوي إيه؟ H نيو طب بعد كده إيه اللي هيجرى؟ قلنا اتفقنا لو كان هذا التردد أعلى من التردد الحريك أو هذه الطاقة إذا كان هذا التردد أعلى من التردد الحريك أو هذه الطاقة أعلى من دلت الشغل هتبقى النتيجة إيه؟ تتحرر الإلكترونات طب لما تتحرر الالكترونات هيبقى لها حاجة اسمها طاقة حركة كي ايه اللي هي هتساوي نص م في تربيع يبقى انا ليه الحق لو قريت اي مسألة وقال لي فيها ان فيه الالكترون تحرر لازم اخد بالي من ايه اركز جدا ان طالما تحرر يبقى فيه سرعة او طاقة حركة ساعتها اخد بالي ان انا لازم اكتب ان الطاقة بتاعت الضوء الساقط بتساوي دلة الشغل زائد طاقة الحركة طيب طاقة الضوء الساقط ممكن ادهالك وممكن لا لأ لأ يعني ايه يعني اديك التردد فانت تقولي طب خلص بسيط يبقى اتش في نيو طب ودلة الشغل اتش في نيو سي طب وطاقة الحركة نص م في تربيع طب الفرد ما اديتكش التردد تقولي كده سي على لمضة وهنا اتش في سي على لمضة سي طب وهنا نص م في تربيع اخد بالي بقى من حاجة مهمة جداً يبقى انا هاعوض بمين والله حسب بيانات سؤالك الراجل ادهالطاقة اهلاً وسهلاً طب ادهالطردد هروح للطردد طب ادهالطول الموجي هاعوض بالطول الموجي يبقى انا بحطي حاجة مكان حاجة على حسب ايه معطيات المسألة وبياناتها طيب خلي باكك بقى معين من نقطة هن ما اوي دي طاقة ضوء سقط يبقى اي بيان في المسألة يقول سقط ضوء سقط شعاع وداني طاقته او اداني طردده او اداني طول الموجي يبقى بياناته هنا مكان واحد دي على سطح فلز او مده اهلاً وسهلاً يبقى اي بيان يخص المادة او يخص الفلز هيتحطي هنا اي بيان يخص الشعاع الساقط يبقى هنا زائد طاقة حركة مين دي الالكترون مين السرعة دي الالكترون يبقى الجزء التالت ده خاص مين بالالكترون يبقى انا ما جاء انا المسألة وعايز حل وافهم لازم بسرعة اقول لنفسي ان انا عندي تلت محاور تلت اركان تلت ركائز تلت حاجات تلت اشياء ايه هما ضوء ساقط مده الالكترون يطلع حتى نسمي الظاهرة دي تفاعل الضوء مع المادة يعني ايه يعني ضوء يسقط على المادة فتنبعث الالكترونات فاخد بالي من حاجة مهمة يبقى اي بيان يتعلق بالضوء الساقط على الشمال دلت الشغل تردد حركة طول موجة او مادة فلز اللي في النص طب طقت الحركة او السرعة الجزء فين التالت الاخير يبقى لازم كده اول حاجة بعند تصنيف ازاي بمقرأ المسألة اصنف بياناتي كويس الحاجة التانية والمهمة تعالوا بقى نشوف تضيق على ده بس مش عايزك كمان بالمرة تنسى ان احنا عندنا قانون مهمة اوي ان السي بتساوي لمضة في نيو سرعة الموجات القهرومغناطسية حاصل ضرب طول الموجة في ترددها انا برضو هنا هعمل معاك تدريب زهني كده او انت بتسمعني بس عايز عينك تبقى على الشاشة وودانك معايا بص على الموبايل بتاعك كده وبص على الصورة اللي قدام عينيك وودانك معايا كويس او انت بتسمعني دلوقتي انا لو اديتك طاقت ضوء السقط وديتك السرعة بتاعت الالكترون او طاقت الحركة هتعرف تطلع مين يعني تخيل واحد دي معانا وبيانات تلاتة دي معانا جزء التالتة نعرف نطلع مين دلتة الشغل او مين او التردد الحرج او مين او الطول الموجي الحرج هو انت لما تبقى عارف التردد الحرج بتاع المادة دي بكام وجيت سألتك بقى انا هشيل الشوع ده وهحط الشوع تاني والشوع ده له تردد معين يا ترى الشوع ده هيطلع الكترونيات زي اللي قبل ولا لا تفكر ازاي تقول لي والله مش انا جبت التردد الحرج اه اشوف لو كان الدوق اللي ساقط ده تردده قد التردد الحرج ايه حكمك تنبعث الكترونات دون ان تكتسب طاقة حركة طب اعلى منه اقول له تنبعث الكترونات مع وجود طاقة حركة طب اقل منه اقول له لا تكفي لانبعاث الكترونات على الاطلاق يلا نشوف تطبيق انا شرحت لكم التفصيل علشان تقدروا يبقى عندكم فكرة كاملة يلا نطبق مسألة تحرر الكترونات تحررت الكترونات من سطح معدل بسرعة اول ما ولد شاطر كده يقول تحرر الكترو وبسرعة يبقى انا عندي طاقة حركة في الموضوع فورا بكام السرعة دي بكام السرعة دي اربعة وستة من عشرة فعشرة قس خمسة متر على السابق فاذا كان طول الموجي للضوء الساقط ستمية تلاتة وعشرين نانو متر احسب التردد الحرج ودلت الشغل لهذا السابق اجا اقول له تعالى بقى سيفي طالما انت شميت ريحت السرعة هنا تخليل بقى ما تيجي مسألة كده تشمي ريحت السرعة او طاقت الحركة تقول لي بقى فورا بصنا بساعدك تاني على جنبه رغم ان الحل قدامنا بس خلي بالك من اسلوب التفكير اقول له يبقى الاي بتساوي الاي دابليو زائد كي اي يلا قبل ما نشوف الحل قول لي انت هتسابها زي ما هي ولا عندك بيانات تقول لي لا انا ما عندش الطاقة طيب هو بالو احطها اتش نيو عندك التردد ايه دا ما عندش التردد يبقى احطها اتش سي على لمضة الاتش ثابت والسي ثابت يبقى انت محتاج مين هنا اللمضة بكام اهي ستمية تلاتة وعشرين نانو متر احطها هنا طب فين دلت الشغل ما انت عاوزها اصلا طب وفين طاقة الحركة انا حطها نص ام بي تربية هل ينفع اجيب دي في طرف هنا كده واحط دي مكانها اه ينفع يلا نبص على الحل بصوا انا جبت التردد سي على لمضة وطلع بالرقم ده طب انا عملت كده ليه عشان اعمل اتش في نيو طب هل كان ممكن اعوض على طول اتش سي على لمضة اخر ممكن ادي طاقة الحركة بتساوي طاقة الضوء الساقط ناقص دلت الشغل ناقص دلت الشغل او اتش نيو سي طبعا عشان نبسط الاختصارات والحل اخد الاتش عمل مشترك يبقى نيو ناقص نيو سي نص طبعا كتلة الالكترون سابتة تسعة واحد من عشرة في عشرة قس سالب واحد وثلاثين وفي اي امتحان لازم يديك البيانات او السوابت دي فاربعة وستة من عشرة في عشرة قس خمسة بس خلي بالك تربيه عشان دي سرعة سابت بلانك ستة ستمية خمسة وعشرين فعشرة قس سالب اربعة وثلاثين مضروف فيه اربعة وثمانية من عشرة فعشرة قس سالبعتاش ايه دا انت جبت دي من هنا مستر اه مهو الترد فوقه ناقص نيو سي اطلع من هنا نيو سي وبالتالي اطلع دلت الشغل تطبيق كمان عند سقوط ضوء احادي اللون طول الموجي اربع تالاف انجستروم خلي بالك الله يكرمك مشانا قلتلك من شوية يبصها افقرك للمرة التالتة طالما عندك في المسألة سرعة طلعت او طاقة حركة يبقى الايه بتساوي اي دابلو زائد ك ايه اوعى تنسى ساقط اوعى تنسى مادة اوعى تنسى الكترون يبقى الضوء يسقط على المادة يطلع الكترون طب فين الطاقة دي يا اتش نيو ايه المهم يا جماعة ناخد بالنا عند ايه سقوط يبقى اللي جاي ده تبع رقم واحد الي هي تبقى ايه 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 على ضب وايه كمان وصرعة الله ما عرفش دلت الشغل سيبها في حالة طب فين طاقة الحركة نص ام في تربيع طب عندك السرعة او عنده عندك الكتلة وده ثابت طب ما انا هعرف اطلع مين دلت الشغل هل ينفع كنت اخد برضو طاقة الحركة اجيبها الناحية دي واسيب ده هنا اه ينفع برضو ينفع اجيب ال اي دابليو في طرف بتساوي ده نائز ده ينفع برضو اي صورة رياضية تختارها ما فيهاش اي مشكلة خلص طيب انا كده لما اطمن ان معايا النص ام في تربيع اتش والنيو اهيه جبت نيو منين مهي سي على لامضة اهيه طيب ونيو سي اطلعها طلعت التردد الحرك مص بقى اسألك كلك ايه فاذا سقط ضوء اخر احادي اللون طول الموج كذا هل تنبعث الكترونات قبلها اقولوا استنى احكم ازاي امسك التردد الحرك في ايدي الاول واجب تردد ده واجبت تردد ده الجديد انا جبت هنا ترددد ده الجديد انا جبت هنا تردددد الجديد نيو 3 ف 10 أس 8 على 5500 ف 10 أس سالب 10 طلعت التردد التاني أسأل نفسي سؤالي إعلقت التردد ده بالتردد الحريف أنا ملاحظ ده 545 وده 557 يعني أقل منه معنى كده أن الضوء اللي أنت أسقطه الآخر ده لا يكفي لانبعاث إلكترونات لأن تردده أقل من التردد الحريف وبكده حبيبي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اللي تناولنا فيها أنبوبة أشعة الكسل وتناولنا فيها تطبيقات على التأثير القاهر ضوئي أشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته